أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرضو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما نجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرنا عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه فسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقول لإنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالن مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفتغون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبك فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السكينة واجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تشذبوا فقد شذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق كن يعيده إن ذلك على الله يسير قل شيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وثم الله ينفئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنكم بمعجبين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائهم أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاهم الله إلا من نار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موجة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعل بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم ناصرين فآمن له ولوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نعديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبصرى قالوا إما مذيكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا إن فيها بوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنزاءت رسلنا نوقا في أبيهم وضاق بهم جرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاكمين وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن الجنوء لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شميع وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نبرغها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تمهى عن الفحشاء والمنكر ولدكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تزادلوا أهل الكتاب إلا باللك هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمناه الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مصنون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكاترون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوثوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكتهم أن ما أنزلنا عليك الكتاب يحلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفا بالله بيني وبينكم سهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعدلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتكا وهم لا يسرون يستعدلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطكم بركاتهم يوم يرشاهم العذاب من فوقهم ومن تهف أرض لهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يا عباد والذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس دائقة الموت هم إليها ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الزنة غرفان غرفان تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صدروا وعلى ربهم يتوشلون وكأي من جادة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤترون الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويخدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن ما جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكثرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنون